فجرحات القلب بقى يعني إيه أكتر الجرحات اللي أنت تتعرض ليها واللي هي دلوقتي أصبحت عدية يعني؟ بص هي طبعا عمليات القلب يعني تجرى لأسباب كثيرة يعني تجرى لعلاج أمراض صمامات القلب تجرى لعلاج أمراض الشرين التاجية تجرى لعلاج أمراض الشرين الأورتي تجرى لإزالة أوران من القلب أو إغلاق ثقوب في القلب أو معاجة عيوب منذ الولادة أشهر الأمراض في مصر هنا الحمى الروماتيزمية طبعا أو مرض متوطن في مصر وطبعا ده بيأثر بالتبعية على سمامات القلب ودي من أشهر الجراحات اللي بتتعمل في مصر اللي هي جراحات سمامات القلب سواء بتعمل بالقلب المفتوح أو عن طريق جراحة القلب والمنزار برضو أمراض الشرين تجيب تدت تنتشر في مصر كتير مع انتشار بقى محلات الفاست فود والأطفال برضو ما بيخليوش بقال لهم وتلاقي في نسبة السمنة في الأطفال زي دلوقتي كل ده بقى تزود أمراض الشرين التاجية في مصر وبقى نعمل عملية تحويل مسار الشرين التاجية أو لما نطلق عليها مجازة الشرين التاجية أو ترقية الشرين التاجية فدي من أشهر الحاجات أمراض السمامات وأمراض الشرين هي لها أمراض الشرين الأورتي ده أكبر شرين في الجسم ده ممكن يصاب بالتمدد إن هو يتاسع ويتنفخ يبقى عمل زي البلونة كده وممكن ينفجر في أي وقت دي برضو من الحالات اللي بتستدعي جراحة قلب مفتوح لعلاج الشرين الأورتي يبقى دي أشهر للجراحات اللي احنا بنعملها طيب إحنا كنا نتكلم برضو قبل ما نبدأ انت قلت لي حاجة مهمة جدا قلت لي إن احنا من قبل 2014 كل عمليات القلب كنا لازم نفتح السدر عندما دلوقتي من بعد 2014 بقى في بعض الجراحات المحدودة واللي هي ممكن ندخل العمل اللي أنا عايزه واطلع من غير ما بقى أفتح يعني زمان طبعا كل الجراحات بتجري عن طريق شق الصدر يعني نفتح عدمة السدر في النص بتاعتنا لا يعني من حوالي عشر سنين يعني جراحات القلبة بالمنظار بتاعتنا نتشر في مصر ودي مثلا يعني دي مرضى وزي مريض مثلا دي عنده دي في السمام المترالي ممكن نعمل فتحة جانبية صغيرة على الجانب الأيمن من الصدر لا تتخطى خمسة سنتيمتر وهذه عن طريق هذه الفتحة نقدر نحن نغير السمام المترالي ممكن برضو نقفل ثوق بما بين الأدينين بالمنظار برضو ممكن لو في شريان أو اتنين شريان انتاجية ممكن يتعملوا عن طريق فتحة جانبية أيضا استقصال ورم القلب الحميد اللي هو اسمه الميكزومة ممكن برضو يتعمل عن طريق المنظار استبدال السمام الأورتي لو الواحده ممكن برضو يتعمل عن طريق فتحة صغيرة في النص بس تكون حجمها لها تخطى خمسة أو ستة سنتيمتر فيعني ده تقدم يعتبر مريح للمرضى وبيخلي العملية أسهل وبيخلي نقاها بدلا ما كانت ست أسابيع بدلا بقى أقل كثيرا من من مدة القلب المفتوح لها حوالي ست أسابيع إلى شهرين يعني طب امتى ممكن نوصل لمرحلة نحن نفتح سدر كامل بص يعني في حالات معقدة يعني لا تصل يعني مثلا عندنا شرايين متعددة محتاجين نعملها عاوزين نغير سمامين أو نسلح سمام دي برضو لا يمكن نصل لها بفتحة جانبية عمليات الشوريان الأورتي كلها يعني دي عمليات كبرة جدا من أكبر عمليات القلب لأ لازم الشوريان الأورتي لازم أن احنا نعمل عن طريق القلب المفتوح يعني احنا بنقيم المريض وبنقول له انت حالتك تصلح بالمنظار أو لا تصلح لازم عمليات قلب مفتوح واللي في مصلحة المريض في الآخر بنعمله يعني مش هنقول للمريض نعمل لك عملية بالمنظار ونسيب سمام مثلا انتعبان ونعمل واحد بس يعني لازم العملية كلها تتعامل كلها مرة واحدة أو صحة مرة واحدة فلو تصلح جراحة قلب المنظار للمريض هنعمله لو لا تصلح جراحة القلب بالمنظار حالس هنتكرى لو نعمل عمليات القلب مفتوح وليه نسبة نجاحها نسبة خاف من اسم عملية طبعا بس هي نسبة نجاحها في الزمن الحالي من 98% إلى 99% يعني برضو نسبة نسبة مش قليلة يعني نسبة كوسة جدا يعني احنا نتكلمش في ريسك أو خطر واحد في المية واحد في المية طبعا يعني بيخلي قصة اسهل يعني كتير ومفيش عمل بشري الاو في ريسك يعني انت لما بتركب الطيارة احنا عارفين ان في ريسك في الطيارة كلنا ممكن يحصل لا قدر عوض يحصل بس بنركب الطيارة ليه بنركب الطيارة لان نسبة الريسك قليلة لكن لو احنا قلنا لك من كل الطائرة بتطلع في واحدة بتوقع. كلنا انا عوض في البيت. طالما الريسك الي بناخوض الموضوع يعني اللي حنعمله وان شاء الله. وربنا برضو اللي بيوفق في الاخر ان شاء الله.